يعني بتصوري أولاً هذا من حقه من حقه السيد الشيوع السوداني أو غيره أن يحاول لفترة ثانية لكن هل سينجح؟ هنا السؤال المهم في وقته السيد العبادي على سبيل المثال طرح نفسه كبديل لكن فيما بعد اتضح أنه يستخدم الثقية أكثر مما يعني أن يكون البديل بشكل جدي صحيح استطاع أن يقنع البريطانيين استطاع أن يقنع الأمريكيين بأنه رجل المرحلة القادمة لكن فيما بعد وبكل وضوح تبين أنه جزء من الإطار جزء من الوسط الذي كان يتظاهر بالإنقلاب عليه نفس الأمر بتصوري يجري على سيد الشيوع السوداني أيضاً هل هو يستخدم التقية أم هو يعني بكل جد أن يكون منقذاً للعراق لغاية الآن ما نرى محاولة تصفير الأزمات محاولة التعاطي مع الشعب الكردي في العراق محاولة ضرورة تنفيذ ما تعهد به هذه النقاط كيف تفهم سيد الدير شوي عندما مثلاً يحاول تصفير الأزمات بشكل مختصر عندما يعطي صلاحيات واسعة جداً مثلاً الأمين العام لمجلس الوزراء التابع للتيارة الصدري هذه كيف تقرأ باختصار شديد